لا تكاد ثورة عربية في غضم الربيع العربي أن تنجح إلا وتأتي الأذرع الإيرانية كحجر عثارة أمام هذا النجاح فيتحول الحلم بالنصر والخلاص إلى كابوس يخيم على الشعوب الثائرة اليمن إحدى أكثر الأمثلة الحية وضوحا للتدخل الإيراني وتلاعبه في ملفات المنطقة عن طريق الميليشيات التي غابت عن أدبياتها الأبعاد الوطنية وصار همها الأول والأخير رسم المشاريع الإيرانية التوسعية على حساب الجماهير وإرادتها مركز مكافحة الإرهاب الأمريكي في تقرير له صلت الضوء على دور ميليشيا الحوثي في اليمن منذ بداية الثورة وكيفية تحويلهم المدن المهمة التي سيطروا عليها بعملياتهم الانقلابية إلى مراكز للتدريب على عمليات الاغتيال والتدمير والترهيب والسطو فبعد ثورة 2011 طرد الحوثيون الجيش من صعدة وقمعوا القبائل المعارضة وطوروا ترسانة صواريخ نقلوها من صنعاء إلى صعدة وفي نهاية 2012 سيطروا على كامل محافظة صعدة وأجزاء كبيرة من محافظات عمران والجوف وحجة المركز الأمريكي أشار أيضا إلى دور ميليشيا حزب الله اللبناني باعتباره عراب المشاريع الإيرانية وصاحب خبرة طويلة الأمد بهذا الخصوص فتولى مهمة تدريب عناصر الحوثيين في صعدة بينما تولى هذه المهمة في صنعاء الحرس الثوري الإيراني ولا يقتصر التدريب على العمليات القتالية فحسب بل بث الفكر الطائفي وتنميته في عقول المقاتلين الذين في صفوفهم نسبة كبيرة من المراهقين والشباب ويوضح التقرير الأمريكي أن دعم الإيراني لميليشيا الحوثي بدأ بالتعاظم بعد عام 2014 حيث قامت بتزويدها بعدد من الطيارين وأرسلت خبراء في مجال التسليح تمكنوا من إنشاء معامل صناعة عسكرية لدعم الجهد الحربي أكثر من سبع سنوات على انطلاق الثورة اليمنية ولا تزال الميليشيات بمشاريعها العابرة للحدود تمثل أكبر عقبة سياسية وعسكرية واجتماعية وإنسانية في طريق تحقيق أهداف الشعب اليمني التي نشدها حين أطلق أولى هتافات الحرية